إبراهيم دياز لإقناع إبراهيم دياز بتمثيل أسود الأطلس دوليا إبراهيم دياز هو لاعب إسباني ذو أصول مغربية ولد في إسبانيا عام 1999 ونشأ هناك والده مغربي وأمه إسبانية يلعب حاليا كلاعب وسط هجومي مع فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم ولكن هناك جدل مغربي حوله فيما كان سيلعب مع المنتخب المغربي أو الإسباني مشاهدين إبراهيم البالغ من العمر 24 عاما بدأ مشوره الكروي في نادي ملقة مسقط رأسه وفي عام 2016 التحق إبراهيم دياز بصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي وهو في عمر 16 عاما فقط مقابل 200 ألف جنيه استرليني ومن ثم تقل اللاعب إلى فريق ميلا الإيطالي وبات إبراهيم الآن لاعبا مهما وأساسيا في فريق ريال مدريد إذ قال عنه مدربه كارلو أنشلوتي إنه موهبة مهمة للفريق ولا ينوي التخلي عنه تميز ومهارة هذا اللاعب المزدوج الجنسية جعلته محل طمع للمغرب وإسبانيا إذ تأمل مدريد أن يمثلها في الاستحقاقات الكروية المقبلة بينما يسعى الاتحاد المغربي لكرة القدم الذي يلاحق إبراهيم دياز هو الآخر منذ شهور أملا أن يرتدي قميص منتخب أسود الأطلس في مبارياته القادمة لكن نجم ريال مدريد الإسباني لم يحسم قراره لشأن أي بلد سيمثل المغرب أم إسبانيا وأثار بذلك الكثير من الجدل لا بل زاد من الطين بل لا فعقب تألقه في مباراة فريقه أمام فريق ليزبرغ ليزبرغ الإلماني يوم أمس في دور أبطال أوروبا قال في تصريح أنا سعيد أن أكون رفقة هؤلاء زملاء لأنهم يسهلون عملي كثيرا أحاول أن أقدم ما لدي من إمكانيات وأظهرها في الملعب أريد أيضا أن أساعد فريقي وأقدم الإضافة المطلوبة كما قلت من قبل هذا التصريح نزل كالصاعقة على المغاربة وفسروه بأن اللاعب الإسباني المولد والمنشى إبراهيم دياز يريد أن يمثل إسبانيا ويجد راحته في اللعب مع زملائه هناك غير أن البعض الآخر وجد تصريح إبراهيم مبهما ولا يقصد به أنه يمثل أو يفضل تمثيل إسبانيا على حساب بلاد والده المغرب وهذه بعض التغريدات على مواقع التواصل توفيق يقول إن لم تحب منتخب بلدك المغرب فلا علاقة لنا بك لدينا من اللاعبين من يحب وطنهم أكثر منك أما حساب يحمل اسم شوية من وقتك يقول هذه الولادة تزاد وتربى في إسبانيا استفاد من النظام الاجتماعي والرياضي ديالها عادي ما يكونش عنده انتماء بالعكس راح إسبانيا اللي خاصها يبقى فيها الحال إذا ما اخترهاش أما المغرب راح عادي يجي ولا ما يجيش أما الضحى فتقول أخيرا المنتخب والرأية الوطنية شيء مقدس ولا يستحق حملها سوى من تجري في عروقه دماء حب الوطن وليس كل من هب ودب ربما مدرب منتخب المغرب وليد الرجراجي سيحسم هذا الملف بشكل نهائي فهو يستعد لزيارة إسبانيا خلال الأيام القليلة القادمة لإقناع إبراهيم دياز بتمثيل أسود الأطلس دوليا على حساب إسبانيا تيك تاك تيك تاك أخيرا بترن في الوقت المضبوط بشكل شبه رسمي ليه شبه رسمي؟ لأنه اللي أعلنها المراضي مش بيدرول الموزيع الشهير لبرنامج الشرينجيتو ولكن فابريتسيو رومانو ابتدنا فيلم مبابي بدلي جدا ولكن بأخبار شبه حاسمة بإعلان رومانو بأنه خلاص مبابي النهاردة في تمرين باريس سان جرمان أخبار زملائه في التمرين وفي باريس سان جرمان بأن الرحلة قد انتهت دي تويت تاك تابريتسيو رومانو اللي نقلها على أو عن طريق راديو رمسي كمصدر وقال إنه مبابي أخبر زملائه في باريس سان جرمان بأنه خد القرار بأنه خلاص أنا هسيب الفريق في نهاية هذا الموسم ومبابي الذي لم يذكر إذا كان رايح ريال مدريد أو رايح أي فريق تاني ما أخبرش الناس هو رايح فيهم بالظبط لكن في ريال مدريد وفي باريس سان جرمان وفي غرف خلع الملابس الجميع يعتقد بأنه قادم إلى ريال مدريد لا محالة الحاجة بقى نقف بس قدام حكتين مهمين جدا في هذا الخبر أولهم أن مبابي لو بالفعل الأخبار دي مظبوطة وهي غالبا مظبوطة طالما وصلنا الارم سي وطالما فابريتزي رومانو نقالها وهو مش خايف فده معناه أن مبابي في النهاية لا يصحي إلا صحيح الراجل ده لم يحترم باريس سان جرمان بقى شكل من الأشكال وإذا كان نية الإعلان دي موجودة فكان لازم تستناها لآخر الموسم لأنك كابتن الفرقة أو واحد من كابتن الفرقة وإنت عندك فريق بيلعب في دوري أبطال أوروبا فكان لازم احترامه أكتر من كده شوية وبالتالي لا يصحي إلا الصحيح أنه مبارح نصر الخليفي وقدرت باريس لما كلمت على الدعم والأخبار نقلت على أنه باريس هيدعم صفوفه في الصيف بثلاث لعيبة مهاجم قوي جنح قوي لعب في نص الملعب قوي مع تجديد عقد زهير أمري كان الشواهي كلها بتقول أنه هم خلاص وصلوا لليقين أنه مبابي مش مكمل ده رقم واحد رقم اتنين تعالي بقى صديقي المشاهد عزيزي متابعنا في الوطن العربي ما تخيل مع بعض ترسنت الأسلحة وفيلم الرعب اللي احنا هنشوفه في تشكيل ريال مدريدي السنة الجاي شوامينيه في نص الملعب قدامه اتنين يمينه بيلنجهام وشماله كامافينجا وكل واحد بيلعب على حصر عدلته وكرلو أنشروتي بيسأل الناس قبل ما تلعب الأول زي ما عمل مع كرفقال ومع شوامينيه وهم قالوا الدفاع قدام في خط الهجوم دينيسيس جونيور ناحية الشمال رودريجو ناحية اليمين وكيليان انبابي بيقود المسيرة في خط الهجوم على أن يكون توني كروس لوكا مودريتش واحد زي سي بايوس لو حسبنا في الحزبة فالفيردي كل دول موجودين عندك حلول موجودة في نص الملعب براهيم دياس شخصية اللي احنا جايين له بعد شوية موجود كبديل كجناح خصيه موجود كمهاجم هيتم الاعتماد عليه في أوقات قليلة جدا وقد كمان يكون هناك أندرك علشان يكون ريال مدريد فنش تقريبا كل ما يحتاجه على الأقل في الوقت الحالي فيما يتعلق بنص الملعب وبالهجوم ويتحول لوحدة من أقوى الاسكوادز الموجودة على مستوى العالم مستنيين بقى خطة الدفاع واللي يجرى فيه بريز حول كل حاجة من كورونا كل الدنيا بتقع لأننا محافظ أننا بكسب أننا بعمل ملعب بجدد ملعب بكسب فلوس باخد شامبينز ليج بجيب مبابي ببلاش فلورنتينو باريز واحد فقط ولا يجود في الزمان الحقيقة برجل أكثر خبسا من فلورنتينو باريز فيما يتعلق بهذه المسألة في العموم ريال مدريد والفوز على لايبزيج الذي كان من الفتن والذي كان حضرا بأقدام ذهبية لإبراهيم دياز نستمع الأول لتصريحات كارلو أنشلوتي واللي قاله وبعد نهاية مباراة لايبزيج الرجل أصبح منتشي بعروض ريال مدريد في هذه الفترة لأنه فترة صعبة من الموسم جيرونا أفر اللعبة بأربع أهداف برشلونا قبلها بشوية كمان لايبزيج في التشامبينز ليج الرجل عدى بكل المطبط الصعبة بقيمة منقوصة من ترترب على الأسماء اللي ممكن تبقى متاحة في حرصة المرمى وفي خط الدفاع وحتى أحيانا كمان فيه نص الملعب لكن عدى بالفترة الصعبة نستمع لتصريحات كارلو أنشلوتي ونرجع نكمل كلام مع حضرتكم شكرا إبراهيم دياز حاجة محترمة جدا في الكورة بصراحة يعني العيب اللي أنا كنت أتمنى وجوده مع منتخب المغرب في وقت سابق لكن لسه الأماني ممكنة وفي اعتقادي أنه استخدام أشرف حكيمي تحديدا مهمة جمعة كل الاحترام للرجراجي الفوزي لقشة على كل الناس لكن حكيمي عانى من نفس الظروف أنه ضغوط في الأول عاش في بيئة إسبانيا شاه في الدنيا كلها ثم هو بيحكي الكلام ده أنه التأثير العربي الثقافة العربية التأثير اللي كان عندي من عيلتي محتاج دياز إنه يتحكيله شوية محتاج حد عاش نفس التجربة دي أنه يتكلم معاه وأنه يقول له إيه اللي ممكن تلاقيه في المغرب وما تلاقيهوش في إسبانيا ولا يوجد أفضل من أشرف حكيمي علشان يعمل هذه المهمة لكن عموما الموضوع ده الرجراجي هيتعف فيه شويتين لكن يبقى الأهم اللي لازم نقف عنده دلوقتي هو تحول هذا الرجل زي إبراهيم دياز تحول للاعب بدنيا وفنيا وحش كاسر واحد من أفضل اللعيبة على مستوى العالم في مكانه من حيث التأثير في المقام الأول ومن حيث الاستمرارية حتى وإن كانت الإصابات هتفضل وراء شوية لكن في النهاية بروفايل توحش من ميلا لريع المدريد في وقت تسجيل إبراهيم دياز لهدفه الشهير في مرمى لايبزيج كان مرسلي ذا أتلاتيك موجودين في أرض الملعب استلم دياز الكورة وكان وصف المشهد من ذا أتلاتيك عبقاري الحقيقة إنه استلمت دياز في سبع ثواني تسع لمسات تحفة فنية صنعها إبراهيم دياز في هدفه ديد لايبزيج وقت الاستلامة دي يا جماعة لغاية التصويبة إبراهيم دياز ما رفعش وشه على المرمى ما رفعش وشه على المرمى مش هيرفع وشه إلا في التصويب الأخيرة فقط لغير وهو بيودي الكورة بمنتهى الروعة إلى داخل الشباك لما استلم الكورة مرسل دي أتلاتيك الموجود في أرض الملعب ود عين على أنشلوتي لقاه بيقول إبراهيم اوعى تفقد الكورة دلوقتي ولما رمعين على برنجهام بعد تسجيل الهدف قال برنجهام فيما معناه يعني يا إله يا إبراهيم أو إيه الجمال اللي احنا شايفينه ده باللغة الدارجة المصرية يعني ده المشهد في اللايف اللي قدامك على الشاشة لما الصور دي راحت بهذا الشكل وترجمت لهدف إبراهيم دياز في ريال مدريد ده المشهد في الوصف لكن اللي حصل بقى احنا وصلنا لده ازاي وده الجميل في الموضوع وصلنا لده بقى ان الماركا عمل التحقيق مطور الحقيقة حوالين قدرة إبراهيم دياز البدنية والجسدية وازاي تحاولت فبعض المصادر اتكلمت لزا ماركا في نقطتين مهمين جدا أول واحدة فيهم ان تطور إبراهيم دياز من النحية الجسدية جاء مرحلة بمرحلة وناس قريبين منه من اللي عاشوا مع المسيرة في الميلان وفي ريال مدريد اتكلموا للماركا وقالوا انه التطور اللي جيه بشكل مرحلة في التانية في التالتة مع تمانش على تحول مفاجئ مثلا انه فجأة تحول الى بنية عضلية قوية جدا مش دل اللي حصل بل انه الموضوع جيه ستيب باي ستيب وتحديدا واحد من اهم الاشخاص اللي اتكلموا لده ماركا في هذا السياق كان بيقول انه التطور كان بطيء بالنسبة لإبراهيم دياز لكنه اكيد انه العملية دي كانت مستمرة بالشكل مش ثورة جسدية فقط لغير وبيقول انه كان عارف انه علشان يستغل قدراته كويس كان لازم انه يتقدم جسديا اشتغل على العمل الشخصي بمساعدة المتخصصين من غير ما يكون مهووس بفكرة الجم لانه بيعتني بنفسه بشكل جيد جدا وبيعمل على نظامه الغذائي ونظام الراحة اللي موجود عنده فزائن الراجل استغل المعسكر الصيفي علشان يجهز نفسه وانه ما اعترفش بانه انا رايح صلت الجم عشان ابني كطلة عضلية انا خدت الموضوع مرحلة بمرحلة وحفظت على انه حفظت على انه النصق بتاعي يكون ثابت في التحول دي واحدة التانية دكاء كارلو انشيلوتي في تعاون مع ابراهيم دياز ان هو دخله واحدة بواحدة للفريق ونقطة هنا مهمة جدا انه قبل مباراة لايبزيج روز المدير الفني لايبزيج كان بيتكلم وبيقول انه انا مش عارف لغاية اللحظة الاخيرة هل بلنجهم هيلعب او لا وهنفضل لحد اخر لحظة مخمنين انه بلنجهم ممكن يلعب وبالمناسبة كارلو انشيلوتي كان شديد الخبس في الرد على تصريحات روز في المؤتمر الصحفي لانه الراجل اللي ما تكلم في دافل اول حب كارلو انشيلوتي انه ياخد الموضوع ويرد عليه بالنحية اللي تريح روز طعم بصبع وعد على تصريحات الراجل كان بيقول انه انا مش مصدق ان بلنجهم ما يغيب لغاية ما نشوف الملعب يبعمل ازاي فانشيلوتي قال انه لايبزيج قوي جدا في الكرات الهوائية وبراهيم دياز بطبيعة الحال مش لعيب ام لق فالمسألة هنا فيها هاتو خد ولكن في النهاية قرر انشيلوتي انه يخادع ويوشتك براهيم دياز الذي يبدى في افضل واجمل نسخة ممكنة دياز بعد المباراة في اللقاء الصحفي لما سؤل على موضوع المغرب فقال انه انا مكمل لحد اخر الموسم مش عارف اللي هيحصل انا مركز مع ريال مدريد ونشوف الاجابة العيمة اللي احنا متعودين عليها الراجل ده في الصيف عن ديوره لو لعب لاسبانيا والمغرب يجب ان تكون شديدة الحسم عشان كده بقول اشرف حكيمي السلاح الاول رجراجي فوزي لقجع كل المؤثرين تمام لكن حكيمي عاش القصة دي انه زي تكون بادئ في اسبانيا عايش في اسبانيا عايش الاجواء متأقلم ودي الكلمة الأخطر في الكورة التأقلم في مكان وتقرر طبقا لبعض الخلفية الثقافية الإقناع زاوية العطفة احيانا تسيطر عليك ان انت تقول لا انا مقتنع ان المكان ده هيديني احسن في اسبانيا وبالتالي حكيمي لما يتكلم مع دياز بشكل شخصي ان انت هتلاقي هنا اللي مش هتلاقي هناك في واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة هي تجربة شبيهة من اللي بيحصل في الواقع عشان كده اتمنى استغلاله لانه واحد من اهم مفاتيح الإقناع اه محتاج ان اتقناع لعيب زي ده لانه في النهاية ده قوة اكبر بكتير من اللي موجودة عند العبي منتخب المغرب مع كامل الاحترام والتقدير من غير ما تنزل بنفسك طبعا في مسألة انه طب تعالى طب مش عارف ايه ورج راجي هنا زكي جدا بيروح مرة واثنين وثلاثة لكن لما بيحس انه المسألة هاتطول انه الراجل مش عايز يجي بيتوقف تماما وده اللي حصل معه على مين يا مال ولا اتمنى انه يحصل معه ابراهيم